احنا يعني في غاية السعادة اليوم نستقبل لك يعقوب ونقول لك ألف مبروك عن قرب هالمرة بطبيعة الحال احنا فخورين فيك ابن فلسطين ابن بيت لحم الجميلة الرائعة وسعيدين انو نستقبلك في سفارة دولة فلسطين في السويد وبوجود المحبين يمكن مش كلهم لانو محبينك اكتار يا يعقوب فميت اهلا وسهلا فيك واحنا منتشرف فيك ومنفتخر فيك ويعني اهلا وسهلا ومنتمنى انو جولتك بالسويد الفنية اه تكون رائعة متل ما انتي اه رائع الله يخليك يا رب بداية انا مشكورين اليوم لخدومكم لصفارة دولة فلسطين انا بسعدني اني اليوم وصلت مملكة السويد وحاليا ان احنا بي مقر السفارة صفارة دولة فلسطين وسعادة السفيرة مشكورة لاستقبالها الي من اليوم الاول لحد يتهلأ ولا اشرافها مع كل هاتجولة الفنية بالسويد يعني صراحة ساعاتي لا توصف اليوم اني راح ااجي وتكون اولى جولاتي الفنية هون بالمملكة السويدية ودي اقابل كل الناس اللي حبتني كل الناس الدعمتني وصوتتلي منذ الاختراب قديش هالمحبة الكبيرة يلي نجحتني ويلي اعطتني هالحمل وهالمسئولية يلي بالنسبة الي يعني رسالتهم كتير سامية وكتير عظيمة اكيد الاخوة في دول الاغتراب هم يلهم سابب كبير ويلهم ايد كبيرة في نجاحي فانا بشكرهم كتير وانا جاي اليوم مش بس احيي حفلات جاي اتشكرهم شخصيا واتشكر كل شخص فيهم حبني وصوتلي ودعملي ومرة تانية بشكر قدومكم لهون لصفار الدولة فلسطين بالمملكة السويدية ولكل الناس يلي حبتي عقوب شهين وحبت شخصي عقوب شهين ويلي تعبت ويلي نظمت قدومي للسويد وكل الناس يلي دعمتني وصوتتلي ويلي شجعتني معنويا كنت احضر قديش في فيديوهات تجيني من هون من السويد بالذات قديش في ناس بتحبني بالنسبة الي هذا شرف كبير وانا جاي اعيدة كمان مرة انا مش جاي بس اغني هون انا جاي اتشكر كل شخص حبني وكل شخص اعطاني هالامانة وهالمسئولية لانه هالفضل معمي راح انساه وهالفضل راح يضل برقبة دين لاخر يوم بحياتي الناس اللي بتحبني يهمي الصنعة عقوب شهين صحيح فيه موهبة ولكن محبت الناس هي نعمة مثل نعمة هاي الموهبة الرسالة اللي انا بحملها هي الى شقين هوتش هي رسالة فان سامي ومحترم ورسالة فان راقي ورسالة التانية اللي بحملها هي رسالة سلام ورسالة محبة من ارض السلام من الارض المقدس اللي انا باجي منها يلي كل الانبياء مشوا عطرابة هاي رسالة المحبة والسلام من ارض السلام راح تنبعث للعالم كله وان شاء الله يا رب دايما راح احمل هالرسالة السلام ونكون كلنا ايد وحدة ودايما نحكي بالسلام ونحكي بالمحبة بين بعض وهي رسالة جدا سامية اسمع واعلى من صوت الرصاص ومن اي اصوات بس هما انه تشتت الفكر بالعالم وتبعد المحبة برجة بعيدة وراح اظن اعيدة من هون لاخر يوم عندي في حياتي السلام ومحبة وتسامح وتقبل الاخر والعيش المشترك يلي فلسطين ويلي بيت لحم بالذات اللي انا جاي منها هي عنوان كبير لهاي الامور كله فيا رب السلام والمحبة ورسالة الفن اللي راح اقدمها للناس كله وانا بحكيش طبعا سياسي ولا بحكي دين ولا بحكي ايش انا بحكي عن هالثلاث شغلات السامية السلام ومحبة وتقبل اخر وتسامح السلام spoiler محبة شكرا